بل شارك اللواء الركن عبد المحمود حمد حسين والي ولاية نهر النيل في فعاليات الاجتماع الجامع لولاة الولايات مع وزير ديوان الحكم الاتحادي واستعرض الوالي المجهودات المبذولة من قبل حكومة الولاية تجاه نهضة ونماء وتطوير الولاية خاصة على صعيد القطاع الزراعي والتركيز على الموسم الشتوي موضحا أن الولاية مؤهلة لقيادة الاقتصاد الوطني خاصة وأنها الولاية الأولى في إنتاج الذهب والأسمنت والبستنة وبعض المحاصيل المهمة كما استعرض مجهودات الولاية تجاه خدمات المياه والتعليم والصحة مناديا بضرورة زيادة حصة الولاية من المواد البترولية والدقيق باعتبار أن الولاية تعتبر من ولايات العبور وتحتضن ما يقارب المليون معد من كل ولايات البلاد بالإضافة للحراك الاقتصادي والاستثماري الذي تشهده الولاية الغرض من هذا الاجتماع وهذه الدعوة هو الاطلاع على تقارير الولايات في الفترة من يناير وحتى ديسمبر هذه الفترة التي هي شقين شق قبل الحراك وشق بعض الحراك وكل التقارير كانت تقارير إيجابية تمثلت فيها روح السورة بصورة واضحة وتحدثوا عن التغيير الكبير الذي طرأ نتيجة هذه السورة والتغيرات التي صاحبته